قام صباح اليوم وزير الثروة الحيوانية الدكتور محمد النظيف يوسف بزارة تفقدية لكل من المدرسة الوطنية للثروة الحيوانية وسلخانة فرشة بهدف التعرف على كيفية سير العمل كان ذلك برفقة الوزير عدد من مساعده في الوزارة تقرير أدم حنفي فاضل تأتي زيارة وزير الثروة الحيوانية الفرافصير محمد النظيف يوسف إلى المدرسة الوطنية لتكنولوجية الثروة الحيوانية في إطار العمل المنوط وذلك من أجل التعرف على كيفية سير العمل في المدرسة حيث كان في استقباله مدير المدرسة الدكتور صلاح محمد نور الذي شرح في هذه الأثناء أسطر شفوية تبرز جلل الصعوبات التي تعاني منها المدرسة كما تطرأ أيضا إلى سرد تاريخ المدرسة التي أسست منذ عام 1946 وبها ثمانية صالات للدراسة ونفس العدد مكاتب تدور مهام مختلفة وزارة الثروة الحيوانية وعلى لسان وزيرها أوضح في حديثه عن أهمية وقوفه بهذه المؤسسة الثروة الحيوانية حاليا هي في أولوية سياسة رئيس الجمهورية الحمد لله 84 مليون رأس إذا ما لقينا ناس متعلمين يمشوا في شات في أي مكان كيف نحافظ على 100 مليون رأس من الأبقار و34 مليون من الدواجن والطيور في شات شات بلد غنية جدا والأساس أن الغنية يبدأ من المحدة المحدة أننا نفرمي الناس أديل كونا الناس أديل موشون تشري في شات نقدر نحافظ على الثروة الحيوانية من العلوم البيطرية وإلى نتاج الثروة الحيوانية المزبوح حيث وصل وزير الثروة الحيوانية في زيارته إلى الصلخانة فرشا وذلك بهدف التعرف على ما هو مطلوب من أجل إبعاد عقبات عوائق العمل بالصلخانة مشيرا الوزير في حديثه إن سلامة المواطن الشادي أثناء تناوله للحوم هو في رأس أولويات الزيارة اليوم شفنا من الأبقار والألبل والأغنام يدخلوا من أول لهذا يخرجه كيف الناس بيحترهم القوانين يعني ما نتا الدكتور موجود معنا الناس الموظفين بشوفوا كيف البقرة من الذبح لهذا يغسلها لهذا تمشي الغرفة المبردة الدم ينزل يكشفوها إذا مرضاني يهرقوها عشان نوعي أتشادين خلي واحد قبل ما يبي أي لحم دا يأرف اللحم دا جاي من وين المرض الكوليرال خمده كل الأمراض جاي من موضوع اللحم الماء ديل فالحمد الله هنا وبعض المسالخ الوزارة قد تراقب الدكاترة موجودين البيطرين موجودين براقبة مراقبة حقيقية من البقرة تدخل لهذا تمشي المدير العام لسلخانة فرشة محمد عمر شكر هذا الوفد الذي يترأسه وزير الثروة الحيوانية كما طلب من الوزارة أيضا أن تهتم بهذه السلخانة لمواجهة بعض الصعوبات التي تتمثل في الضاقط التبريد والضاقط الجوي وكذا تبديل الأجهزة القديمة التي باتت تكلف ثمنا بالقا في صرف فواتير الكهرباء ترجمة نانسي قنقر